اهلا وسهلا بكم اعزائنا هذه قناة حياة نور لايف نرحب بكم جميعا ونبتدأ في فيديو اليوم الذي سوف يكون مخصص لطلاب الصفاء الثالث مادة الرياضيات هذا الدرس الثاني سوف نتحدث به عن الجدول ذو الاتجاهين اهلا وسهلا بكم خلينا نبلش مع بعض يا ثالث ونتفرج عن الجدول ذو الاتجاهين بمقصود بالجدول ذو الاتجاهين، اله الاتجاه اللي بكون بهذا الشكل يعني بالأعلى العمودي والاتجاه التاني اللي بكون بالشكل الأفقي طيب خلينا نتفرج سواء على هذا الجدول اللي اسمه الجدول ذو الاتجاهين يعني Two-Way Table Table اللي هو جدول Two-Way اللي عنده الاتجاهين إذا اتجاه العامودي والاتجاه الأفقي الآن ننتبهي الثالث على النقطتين العامودي والأفقي مع بعض يجب أن يكون لونه أزرق وبنفس الوقت يكون مربع إذن مربع ولونه أزرق للاثنين هدول تقاطع هدول العامودي أو هدول السلز الخلايا هاي الخلية مع هاي الخلية بيعطينا هون الناتج بتكتبوه لياهون أو بترسموه أو بتحطوه هون تمام فإذن هو مربع لكن هاللونه أزرق نعم لونه أزرق فبالتالي بحطوه هون طيب اللي بالأسفل اللي هو هاي دائرة الحمرة قال إنها ليس مربعا يعني كل هاي النقاط اللي هون سواء حتى امتدت هون يعني إذا في كمان مربع آخر كلها لازم تكون مش مربعة يعني دائرة ودائرة هون ممكن يكون مثلث ممكن يكون مسطيل هون أوكي وبنفس الوقت بده يكون مش لونه أزرق اللي هي ليست مربعة هاي دائرة يعكد مش مربع وبنفس الوقت ما يكون لونه أزرق هاي ها لونها أحمر فمسكنا هاي الدائرة وحطناها هون السؤال بطرح نفسه هل بقدر هاي الدائرة الحمرة حطها هون ما هي ليست أزرق هل بقدر أنا أحطها هون بالأعلى منقدر عادي لأنها لونها أزرق طيب هل بقدر إن أحطها في هون في هذا المكان بالضبط لا لماذا لأنها ليست مربع تمام إذن بدنا نتفرجه عند هاي الناحية بده يتقاطع عندي أول خلية مع الأول خلية من الأعلى مع أول خلية من الأسفل من الأفقي تمام إذن لازم يكون مربع وبنفس الوقت لازم يكون أزرق فعشان هيك نحن أخدنا الشرطين الاتجاهين الاتجاه الأول إنه يكون أزرق والاتجاه الثاني أو الشرط الثاني إنه لازم يكون مربع فبحطه هون بالزبط نفس الشي هون بدنا اشي يكون مش ازرق وبنفس الوقت ما يكون مربع تمام اذا شرطين او اتجاهين لازم يكون موجودات عندي انه ما يكون مربع وبنفس الوقت مش لونه ازرق فبالتالي بقدر احطه انا هون لانها هون دائرة ليست مربع وبنفس الوقت ليست لونها ازرق تمام فاذا هيك بكون حالنا صحيح السؤال اللي مطلوب الان بقولنا باي من الخانات الجدول نضع هذا المربع الاصفر هذا مربع تمام اول شرط عندي او اول اتجاه انه هو مربع فبالتالي بحطها هون بدي يكون يعني يا هون يا هون لكن اذا اول شرط عندي انه هو مربع تمام اذا بحطها عند هذا السطر ما بحطها هون تحت عند هذا السطر هذا السطر مخصص لكل الاشياء اللي مش مربعة اما هذا مربع تمام لونه اصفر هل هو ازرق لا فإذا ما بحطها هون ممنوع أحطها هون لأن هي صح عندها اتجاه واحد يلي هو المربع لكن لا تملك الاتجاه الثاني أو الشرط الثاني فبالتالي بدأ أحطها بجنبها هون لأنه هون مربع نعم صحيح وليست أزرق بنفس الوقت فإذا المربع الأصفر هذا رح نحطه هون إذن هذا هو الجدول ذو الاتجاهين وهذا مثال آخر بقول لنا مثلا هو عبارة عن عملية تفسير للبيانات يعني هون معناها كل الأشياء التي تطير في هذا السطر كل الأشياء اللي بتطير النحلة بتطير والعصفور هذا بتطير هون كل الأشياء التي لا تطير مثل القطة لا تطير البطريق لا يطير تمام طيب نيجي لهذا العامود الأعلى هذا أول واحد هذا العامود مقصود فيه كل الأشياء الطائرة هذا يعتبر من فصيلة الطيور وهذا كما البطريق يعتبر طيور أما هون بهذه الجهة النحلة لا تعتبر طير تعتبر حشرة نفس الشيء القطة لا تعتبر طير تعتبر ثديات تمام حسن لو نتفرج على هذا الطير ونتفرج على التووي تيبل هاد نلاقي أنه عندها اتجاهين هو طائر إذن هاي طائر وبنفس الوقت هو يطير أما هذا البطريق هو طائر ولكنه لا يطير نتفرج على النحلة النحلة ليست طائر لكنها تطير تمام وكمان عند القطة برضو ليست طائر وأيضا لا تطير كثير سهل إذن هذا هو الجدول ذو الاتجاهين بقدر أطلع منه كل هاي المعلومات الأربعة اللي بتعرف عليه فبتلوا بوفر عليك الوقت والجهة شوفوا كيف عدوا بوفر عندنا مساحة بحطهم هون وبرسمهم بشكل مرتب ومفهوم طيب ننتقل لأسئلة الدرس نفتحها لصفحة 107 بكتاب الطالب بقول لنا سؤال استعمل الجدول ذو الاتجاهين المجاور لنجيب عن الأسئلة التالية السؤال أول بولنا شو اسم الثمرة يلي لونها أصفر وليست من الفاكهة خلنا نتفرج على هذا الجدول شو هي الثمرة لونها أصفر هيها صفرة برضو ليست فاكهة هون الموزة فاكهة وصفراء طيب بدو إشي لونه أصفر ومش فاكهة إذن حبت الفليفلي أو الفلفل تمام إذا نكتب هون الفليفلي رقم اثنين ما هي الثمرة الفاكهة الصفراء عندي شرطين أو اتجاهين إنها فاكهة وإنها صفراء بنفس الوقت فبالتالي هايها فاكهة وصفراء هايها اللي هي الموزة طيب سؤال آخر الثالث ما هي ثمرة الفاكهة يلي لونها مش أصفر بدو فاكهة هايها زي هيك هذا سطر كامل ولونها مش أصفر هون الموزة لونها أصفر الفراولة لونها ليست أصفر طيب نأتي إلى سؤال الرابع في أي من خانات الجدول يمكنني أن أضع البادنجان؟ وين ممكن نحط البتنجان؟ البتنجان هل هي فاكهة؟ يعني ممكن نحطها بهذا السطر بالبداية دائما نتبال شو من هون في كتبال شو؟ من اللعام من الأفقي هل هي فاكهة البتنجان؟ لا إذن هي ليست فاكهة خضار طيب هل لونها أصفر؟ البتنجان ممكن نحطها هون؟ لا إذن لونها ليس أصفر يعني إذا حطها مع جهة الخيار إذن بنحطها مع الخيار هنا آخر سؤال في أي من خانات الجدول يمكنني أن أضع البرتقال؟ وين ممكن نحط البرتقال؟ البرتقال لونه ليس أصفر هاي هون إذن منقش مش أصفر يبدأ حطه هون يبدأ حطه هون طيب نكمل البرتقال هل هو فاكهة أم غير فاكهة؟ البرتقال هو فاكهة فإذن ببساطة بحطه هون جنب الفراولة طيب السؤالي بعدي بقول لنا نستعمل الجدول ذلك ذو الأتجاهين المجاور في تصنيف الأشكال التالية كتير سهل هذا السؤال طيب هلأ كل أنواع المثلثات اللي عندكو قد تكون أحمر أو غير أحمر طيب نيجو نتفرج على هاي الأشكال يا بتكون أحمر يا غير أحمر بس عندي واحد مثلث واحد فإذن بضحط هون بس مثلث واحد طيب مثلث مش أحمر شوفوا كم مثلث عندك مش أحمر هاي واحد لونه أخضر وهذا واحد لونه أصفر وهذا واحد لونه أزرع فإذن عندي الغير أحمر بنحط ثلاثة طيب نيجو الآن للأشكال التي غير مثلث أو ليست مثلثا مش مثلثة قد تكون لونها أحمر أو مش أحمر مش مثلث عندي ثلاث مربعات من اللي لونه أحمر بس واحد فإذن هون بس بحط واحد من اللي مش أحمر عندي هذا أورنج وهذا أزرق فاتنين الاتنين برسمهم هون إحنا هون رسمين واحد لأ بتكونوا ترسموا اتنين طيب وأكيد النشاط المنزلي دائما يريد تتعلموا يتعلموا طلابنا إنه يستخدم هذا النشاط كتير حلو فيه يتبقوا عنده على أجهزته الأدوات الموجودة في البيت الأدوات الموجودة في الصف كتير رح يستفيد منها طيب ننتقل إلى كتاب التمرين مع بعض يا ثالث ونفتح إلى صفحة خمسين سؤال الأول بقول لنا استعمل هذا الجدول ذو الاتجاهين المجاور برضو عشان نجيب عني الأسئلة التالية سؤال أول بقول لنا كم مثلث لونه أسود في الجدول مثلث وأسود واحد واثنين بس بده لون أسود ما في غيرهم إذا نكتب اتنين طيب شو الأشكال التي ليست مثلث ولونها أسود يعني هدول لنهم أسود بس مش مثلثات يعني هدول ما رح ننتبه لهم رح ننتبه له هدول تمام فإذا واحد واثنين من هن هذه الأشكال ما قال لنا كما عددهم قال لنا شو هي هاي الأشكال اللي هي الدائرة والمربع فمنكتب دائرة ومربع السؤالي بعد يه شو الأشكال التي ليست مثلث ولونها مش أسود نتفرج هون مش مثلث هدولا كلهم مثلثات ولونها مش أسود هدولا الأشكال ليست مثلثات وليست سوداء زي ما هم مكتوب هون تمام فبس بنكتب المستطيل الدائرة والخماسي تمام تلات أشكال طيب نستعمل الجدول ذو الاتجاهين ومجور في تصنيف الأعداد التالية طيب الأعداد الزوجي والأعداد الفردية كلنا بنعرف الأعداد الزوجي اللي بتبلش بصفر اثنين أربعة ستة تمانية الفردية الباقي يعني واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة طيب كل الأرقام اللي بتبلش بهاي الأشياء بالأرقام الزوجية منسميها زوجية يعني ببلش بالأرقام الفردية زي الثلاث هيك منسميها فردية طيب السؤال بقول لك بدي رقم زوجي وأقل من خمسمية من هاي الأرقام الموجودة هون عندك رح يطلع معاك الإجابات ميتان واربعة ميتان وتمانية ومية وارب وعشرين طيب بدك زوجي وبنفس الوقت أكبر من خمسمية لازم يأخذ الشرطين لازم يا ثالث انتبهوا الأرقام هي سبعمية وستة وتمانين أو سبعمية وتمانين الموجودة وستمية واثنين وستين وسبعمية وستة وتلاتين طيب الآن بدي أرقام فردية وبنفس الوقت لازم تكون أقل من خمسمية زي تلاتمية وتسعتاش أربعمية وسبعتاش وتلاتمية وخمس واربعين أما الأرقام الفردية وبنفس الوقت أكبر من الخمسمية هي عبارة عن الأرقام تمانمية وتلاتة وستين خمسمية وسبعة وسبعين وخمسمية وتلاتة وخمسين وآخر سؤال معانا اكتشف الخطأ في تصنيف الأعداد في الجدول ذو الاتجاهين الآتي ونصححه بدنا الأعداد تكون فردية وبنفس الوقت أقل من عشرين اللي هي الأرقام هداعش هاي تصحيحاتنا نحنا هداعش وثلاتة عش وخمسة عش وسبعتاش وتسعة عش اوكي بدنا نشيل الواحد وعشرين لأن الواحد وعشرين أكبر من العشرين تمام ومنخلي بقية الأرقام الهداعش طلات عش خمسة عش سبعتاش وتسعة عش فقط طيب بدنا رقم زوجي وبنفس الوقت يكون أقل من عشرين رقم 24 ما بنفع فبالتالي إذن الأرقام الزوجية التي أقل من عشرين هي عبارة عن عشرة واثنائش أربعتاش ستتاش وطمنتاش اوكي الآن نيجي للأرقام الثانية اللي بتكون فردية وبنفس الوقت تكون أكبر من عشرين اللي هي الأرقام واحد وعشرين وثلاتة وثلاتين وثلاتة وعشرين إذن واحد وعشرين وثلاتة وعشرين طبعاً إحنا منواجبنا الثلاتة وعشرين عم منصلح يعني منواخد هون هاي الأرقام كلها تأخذناها من هون لأنهم كلهم غلط غلط تكونوا موجودين هون لأنها أقل من عشرين تمام اوكي فإذن هون الأرقام الفردية وبنفس الوقت تكون أكبر من عشرين هي بس رقمين اللي هنا الواحد وعشرين اللي جبناها من هون والثلات وعشرين اللي جبناها من هون آخر شي معنا تكون الرقم زوجي وبنفس الوقت يكون أكبر من عشرين اللي هو الرقم أربعة وعشرين إذن بهك يا حلوين منكون هنا درسنا الثاني نراكم إن شاء الله في الدرس الثالث رح نحكي فيه عن تمثيل البيانات بالأعمدة نشكركم جميعا ولا تنسوا تشتركوا في قناتنا وتابعونا قناتنا متنوعة في جميع المواد الأساسية الإنجليزي العربي والرياضيات والعلوم من الصف الأول إلى الصف العاشر ويمكنكم إيجاد هذه الفيديوهات كاملة بشكل مرتب في قوائم التشغيل إلى اللقاء